بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله مرحبا بكم معنا بشيوة جديدة مشيوة ام شمس كنتمنى تكونوا على خير وبي خير انتو بكتشاهدوا فيديو اليوم يوم ان شاء الله غنقدم لكم كروة الصون بطريقة سهلة وبسيطة ومبسطة وناجحة اكيد مليار في المئة فمن اليوم ما بقيتش غادي تشري الكروة الصون من المخبازة اتو اللي تحضرهم في البيت ديالك وكمية كبيرة فما سبخيش اللي بتشجع ديالك ونمر مباشرة على المكونات طريقة التحدي فاول حاجة بنسبة العجين كناخدوا ستمية جرام ديال تاحين ابيض يعني نوعية ممتازة كنكون مغرب بالمتابعة الحال كنضيف عليه يعني عشرة جرام من خميرة الخبز او للخميرة المعجونة كنضيفه نصف كأس يعني ما ما كاملش خمسة وسبعين جرام ديال السكر حوبيباد وكننضيف هنا عندنا معلقة صغيرة ديال الملحة مع اربع معلقة صغيرة ديال المحسن الخبز فهاد المحسن را ممكن ما يعني ما تضيفوه شي لا ما بغيتوش حكا تضيفوه في العجين كنضيف كذلك عندي خمسين جرام ديال زيت نباتي او لا تقريبا واحد ربع كأس وعندي معلقة كبيرة ديال الزبدة من الاحسن تكون زبدة حيوانية باش كتعطي ديال الكرواصون زوينة ديال الكرواصون او لا تفاش كي يكون طي طيب كيعطي ديك الريحة ديال الكرواصون كاف الدار فمن بعد فكان مباشرة ما كان بسو عجين موالو مباشرة كمدال جمع العجين بماء لي كيكون كل شهاد مكونات كتكون بحرارة الغرفة كننعمل في الاول كاس اللولاني هو ميتين ميلي فهذه الكاس هدارة كبر من الكاس العنبة شوية ميتين ميلي اللولانية كلها كنعملوها وكننضيفو ما نزل كنحتاجو واحد سبعين جرام او لا ميلي ديال الما فانا هنا عملت الكاس اللول عمر والكاس الثاني خديت يغير نص كاس كامدا هكا كننخدم فيه وما غاديش نعملو كاملا غاديش يتمنو شوية المهم في المجموع عادي نحتاجو ميتين وسبعين ميلي ديال الما كامدا نضيفوها بشوية 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 بطريقة عادية كتعجنو ما تدريش قاع في بالك انا كي بغاديت تعملي لك رواصة لوالو بيت نعجين عجينات خبييز لشي حاجة نعجنها بشوية عالية حتى كنجمعوها كعجينة كتكون طرية ولكن ما كتلسقش كندلكوها كدلكالية خفيفة كنغطوها بلاستيك عيدائي وكننخليوها في المكان ديالها ترتاح لما نوجدو غير الزبدة اللي غادي نعملو فيها كيف ماشتوا معايا الكيميالي شطلية من نصف كأسدية اللي ما راورتها لكم صافينا مباشرة من بعد ما كنوجد الزبدة اللي غا تشوفوها كنجيب العجينة كتكون غير تاحد فما تخليوهاش تخمر هادا خطأ بزاف كيوقعو فيه سيدات لأنهم تخليو هادا الخاميره في في اللول يعني في هاد المرحلة أنها تخمر إلا خمرات فكتعدبنا بزاف وخاصة إلا كان الجو سخون ما زال الجو بارد ما كين بس المهم هنا خليتها غير تاحد وخديت ميتين جرام ديالزوبدة التوريق غير ضربتها كبن مدلكت ورقة شوية وكنعملوها هكا في الوسط بعد ما كنورقو العجينة شوية كنجمعو عليها العجينة مزيان مخصاش بقي تبين وكنبدو مباشرا نخدموه أو لمباشرا نورقو العجينة ديالنا فبهات الطريقة وكيف ما تعودتوا معايا فعملت معاكم العجينة المورق واحتكر وصوع مناه بطرق عديدة فهذه الطريقة اللي هي بزاف منكم كتعجبهم أنها تيجي هكا مورق من الداخل وفيه طريق ضوين غير هو هنا راح نلقصنا من كيميات الزبدة لأنه نغم المو كان ديروه 300 غرام الزبدة فهنا نقصنا 100 غرام دي الزبدة فما كيجيش أبدا فيهم ماداق الزبدة نهائيا هنا كم ماشتوا معايا ورقتوا عمد سامبل تور يعني بلا ما نشرح كل شي باين في الفيديو كان ورقوا بالطول وبالعرض شوية وكان ديرو سامبل تور سانتغيوها كماشتوا معايا في الفيديو ودائما كما كان قوليكم باش ما تتلفوش العجينة ديالكم منين تورقوها ومنين تلو لها ليتور هذا التور اللي هو اللي را هدرناه فخدمتوا على ليمن كتبقوا غادين على ليمن يعني ديك الفتحات العجين كتبقى على ليمن خدمتوا على ليصر كتخليوا على ليصر المهم باش ما تلفوش بيجيوا ليتور ديالكم منضمين ومستفين سافي هنا كماشتوا معايا كنبقى كنخدم مباشرة لتور اللي هو اللي هو اللي هو الثاني يعني هادل طريقة كنعملوا بيها ربعا ديال ليتور فاش كنبغيو نطويو ديك الفتحة كماشتوا معايا كنحولوها هكا اللي تحت سافي وكنعاود نطوي تور ليوا سامبل كيما قلت لكم طويتي اللي من خلي دي ما طوي على ليمن طويتي الليصر خلي دائما طوي على ليصر بهاد الشكل هادا في هاد المرحلة هادي كنغطاها هكا غيب شي زيفة او لاب مندي اللي كيكون يعني ناشف وكنخليها مدد جوج تلاتة دقائق لانا لو رقنا هادا با فغادي تدد تقطع لنا العجينة معا الزبدة كيما قلت لكم فخليوها واحد شوية را خليتها هنا غير واحد قياس دقيقة ما كاملاش خليوها غي شوية في صدح العمال باش ما تدوب لناشتانية الزبدة وانا هنا را خدمتها في واحد نهار اللي كالجو ما نقولش لكم كان صهد بزاف بزاف وكانو شهين كروسة وصراحة ما بغيتش ناخدها فبهاد الاسميتو ما بغيتش ناخدوها فقلت علش الله نصاوبها وصافي مباشر سافي هنا كنجو سخون كيما قلت لكم وكنتو يعني كنتو وقفة كنصوب الغداء وفنفس الوقت وقفة سنقدها فهنا بعد مرتاح كيما قلت لكم فتحتها عاود ثاني وهانتو ما كان عاود ندير تور اللي هو الثالث فهنا كان نخدموا بربعات ديالي تور في هاد العجينة ديال للي كرواسة ولا شنيك ولا اي حاجة لان هاد العجين كان نخدم اخدمه ببكرواسة بتيببان اه بان سويس يعني genom خدمه بanyak ديال لحويه يجب. كنديره هنا اربعات ديال تور اللي هما ضب. واللي بغا تتخدم بطور oh la double tour اللي كنتو عشتو ease اللي ثاني طوى العربعة الطويات را كتعملوا جوش يعني اللي بغيته ولي رتاحته فيه. فعنا كما قلت لكم هذا هو التور الاخير او التور الرابع فاته هو كنفتحوه بنفس الطريقة كما قلت لكم كنبقوا مستمرين مع العجنة غي ما تورقوهاش يعني بلا قياس حتى يمشيوا لكم لي توردي لكم كاملين يعني خد ما كنتمشي كلها دائما نخلي واحد لي بيصور فيها شوية مشي غلاية ايضا وماشي رقيقها بزاف يعني حتى مني كندخلوها الفران ما كتجيش هكا كخفيفة ما كتجيش شوية بحلة حيت ما كتنفخش كيمشي وهدو كليتور كتجي بحلة مدقصها من الداخل صافي هنا كي ماشته معايا بعد ما كنديرتور رابع فاخديتها وغطيتها بلاستيك غدائي ودخلتها لتلاجة على ما كملت تحضيري ديال الغضاء يعني غير كملت هكا تحضير ديال الغضاء وطياب ديالو رتحت لي تقريبا واحد ثلاثين وخمسة وعشرين دقيقة في التلاجة على شهد الطريقة هادي باش اللي عاجين شوفوا معايا كي مني كنتمدوا وفتحوه ده با كي تفتح مزيان وكتب نرققو كيف ما بغينا بك يتقطع متى شي حاجة صافي هنا صراحة قبل ما قبل ما ندرسي الغضاء حي يعني خاصها يتختامر يعني من الاحسن نحطوها من الصباح ونخليها تختامر على خاطرة جي لي قتليكم فأنا من بعد يعني قبل ما نحط الغضاء كملتها جبدتها من تلاجة وصوبت عشانو بغيت نصوب بها يعني صوبت هاد اللي بتيب بان صيورين صوبت كذلك الكرواسون يعني كتتتعملوا اللي بغيتو انا انا بغيت نزوق الطبيلة وصافي اما بعد المرات را كان دير رايش كل واحد وكننخبع الباقي ديال العاجينة كان قسمها مثلا على زوج اللي على ثلاثة اه وكننخبعها في المجميد مباشرة ما كتخسر فاش كتجبدوها من المجميد كتخليوها غيدة ديكونجلة كتبليكم الزبدرعها صافي تلقى تكلمتها نخدم بها كانت تلقها ونخليها ونصوبها ونخليها تختامر فهنا العاجين هنا كله اللي خدمتو خديت هكا باش كي ماشتو معايا نديرو شكيلات فاللولانية هكا خليتها اه اه اغيب شكلات ديال البتيبان وهادو غاني نديرو ذيكرواسون اللي توم را ندير فيهم الشكلات واي عجينة اه شاط لكم را كتتعودوا تاني كتت يعني ما تتعجنوها كتحطوها كوحيدة فوق وحيدة ومالبعد عاودو خدمو بها صافي كنستمرو بحل هذا الشكل هذا بطريقة اللي سهلة بزف وكي ماشتورة هاد العجينة فهذا ما راح يلك كاملة وخاك الجو سخون بلا قياس فا اه ما اختامراتش يعني ما خصاش تختامر لنا في هاد شي كاملو لانا الاختامرات دكتوراقتي ولي صعيب بزاف وصراحة تنكي ولي الشكل تيلها ما زوينش اه وهاد المسألة هدي كتوقع الاخليتو العجينة بزاف تلوق ترتاحت في الاول فاشي الله كنعجنوها اخليوها ترتاح غير مدفع صوبو الزبدة ديالكم اخدمو فا اتمنى ان شاء الله الفيديو ديال هاد الكروه الصواده كيف ما طلبتو مني يكون واضح ويكون بعين فرا ممكن كما قلتلكم هادو راه ما كيخسروش توجدهم كيميا كبيرة وتصوبوهم وتعملوهم فتلاجق راكي يبقاو مده وما بغيتي سخني ما شاء الله اختي التاني قسم من العجين كما شته معايا دهنت لي شوية ديال كريم باتيسير فعملتي واحد نصف كاس ديال الحليب في معلقة صغيرة ديال كريم باتيسير ومعلقة ديال معلقة صغيرة تكون مملوه امزيان ومعلقات ديال ديال السكار طافي وطربتهم ودرتهم فوق النار حتى تقالوا بلات الشكل هادو فاداك نصيص درتوه بشنيك بحال داك الشكل وخاص شنيك صراحة باش ما كانوا فيه لوياتك تركي جيوز وينين غير هكا كيما قلتلكم قاتل عجينة قلت بلا ما نخليها رعافتو الصهد وكان ديكسا على الأجواء ديال اللي عيدو فقلت له ما نحيدها تيلاج هكا شي حد تلقاو تلقاكا إنسان ما يحاطو هادو صافينا كيما اشتوا معايا القسم الثاني درتوه هكا اولي الثالث درتوه شنيك والرابع درتوه ببان سويس بشكولاتة ديال حبيبات الشوكولاتة معا ديك الكريم باتيسير نيت وهي قدعتهم فكل شي كما كتشوفو راهو مبطح وبالنسبة للشنيك كان اخذو غير هنا درته كيما نقولوا ميني شنيك وصافي كان احطوهم في صافيحات الفور اللي كيكون فيها ورق خطة بخباش هكا كي يطيبهم مزيان ولا عرحتهم وكان خليهم يختمروا هذا واسر ديرهم خليهم يختمروا على خطرهم فأنا فاش وجدتهم مشيت حطيت الغداء وداز الغداء وكل شي تقريبا حتى قريب تقريبا العاصر عاد رجعت ليهم لقيتهم تبارك الله شوفو كتعرفوهم ناجحين فاش كتبدي تقيسيها وكتشي كتشي 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 ك وكيكون فران لدرجة تحرم مرتف عارة كنديلي على مئتين درجة وكندخلهم حتى كيبانو يتنفخوا وبدو كيصفاروا يعني صافي طابوا من الداخل يعني ما بقاوش خضرين باش ما يعودوش يتفشوا عاد كنقسل مئة وتمانين اه مئة وتسعين بحلاكة وكنخليهم يتحمروا على خطرهم بانو يتحمروا من الفوق بزاف كننطفيل فوق ونخليه غير تحت المهم كله كيفاش كي تتعامل مع الفران غير هو في الاول صراحة كيبغي والفران يكون حامي ما تديرهمش فران بارد باش ما يضعليكش الفويتاش صافي من بعد ما دخلت الطاوة اللولا عاو تاني دخلت هات الطاوة هادي بعد ما تهنتها راه كي يجيو كمشتو تيلمعو بلا ما نضيفو حتي شي حاجة بلا ما نرشو عليهم حتي شي حاجة كي يجيو رائعين فكنت بغيت نزيلهم صراحة باللوز ولا كوكو مهار مش بالفوق والنباج ونقول خليها كل لون دي لهم جزوين طبيعيين جو خطيرين بالنسبة لباقية العاجي اللي بقرة هو بجدرت هاد هادو اللي جو في الوسط ما شاهدو هادو البانسويس كيشو كي يجيو ملفوخين وغزالين وهادو اللي بحله من الثلاثين هما اللي عملت ببقية دي اللي عاجين وشوفوا كيفاش كي تجي هنا راه صراحة بقية سخونة ما بنتش مزيين اسميتو ديالها دك التوريق وديك الخلية اللي تاخل فمن بعد ما بردو صراحة ندبت علش ما صورتو مش ولكن مش مش مشكل صراحة راه وصفرة هاضرة على راسها غي يجربوها وردو ديالها ان شاء الله لان بعد ما بردو تتبلك هذيك الخلية شحل هكا مفتوحة بحل عوينات الداخل غزالة فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربو الوصفة ديالنا اليوم وانها تعجبكم لانه مكيجو خفاف خطيرين لذات بلقيس ما تشبعوش منهم وان شاء الله يعني ترجعوا عندي في التعاليق وكتبوا لي كيف يرجعوكم فكنشكلكم دائما للاحظة المتابعة لها ليخطيكم وانقول لكم الى موعد جدي بإذن الله في حلقة جديدة كانت معكم ومشمس وما توفيقي الا بلا عليه ترجمة نانسي قنقر